اشتركوا في القناة امين مبارك عليك يا حبيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من لم تترك خيرا إلا وقد دلتنا علي وما ترقت شرا إلا وقد حذرتنا منه بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم أول ليلة في رمضان بيحدث حالة طوارئ في السماوات السبع حقيقة فعلا حالة طوارئ عجبة جدا الناس اللي ما بتستعدش رمضان أنا بستغرب إزاي ما استعدش رمضان إذا كان فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى يستعد لهذا الشهر والملائكة تستعد لهذا الشهر وكل الصالحين يستعدوا لهذا الشهر الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه التلمذي بإسناد حسن أنا نبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أول ليلة من شهر رمضان خب بارك بقى فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب طب هي أبواب الجنة ما بتفتحش قبل كده بتتفتح يومين كل أسبوع لكن في رمضان الشهر كله إيه الدليل إنها بتتفتح يومين في الأسبوع حديث روه مسلم أنا نبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كأنه بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين يعني أجلوا هذين حتى يصطلح أول ليلة دي إمتى بقى؟ في ناس ما بتاخد شبالها في ناس تستنى يوم واحد رمضان وتبتدي القيام من الليلة اللي بالليل هي ليلة اتنين رمضان لا ده احنا أول ما نسمع بالليل من الليلة أه أول ما نسمع بالليل إن بكرة رمضان فالنهار ده أول ليلة في رمضان مجرد دكتور عمر أول ما يظهر إليه خلاص اللي هقوله لحضرتك هيحصل في اللحظة دي إذا كان أول ليلة من الشهر رمضان فتحت أبواب الجنة الثمانية يعني فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار كأن ربنا بي هيألك جو طاع كده إيماني جميل وروحانيات جميلة علشان تستمتع بالشهر الجميل ده وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وصفضت الشياطين ومرضة الجن طبعا مش كل الجن بيصفض ولا يسلسل ده فيه ناس بيشوغده باله من حتة دي لأن الجن الذي يسلسل ويصفض هم المرضى والشياطين اللي هم بيوسوسوا للإنسان لأن فيه جن مسلم فلا يصفض يعني الجن فيه المسلم وفيه الكافر وفيه الصالح وفيه الطالح فتصفض الشياطين ومرضة الجن لبديل تارت حاجة وبعدين وبعدين شو بقى الحتة اللي جاد وينادي مناد من قبل الله عز وجل يا باغي الخير أقبل تعالى قرب لربنا سبحانه وتعالى فرصة عمرك وكازيون حسنات مغفرة رحمة أطق من النار بفضل الله سبحانه وتعالى ارتقاء في درجات الجنة ممكن تكون من أهل الجنة في الشهر دو يا باغي الخير أقبل والتاني بقى ويا باغي الشر أقصر كفاية كفاية زنوب تقول السنة إلحب أو تب إلى الله سبحانه وتعالى من لم يتب في رمضان فمتى يتوب أليس من الخزي أن يعتق الله عز وجل كل ليلة إقاب آلاف من البشر من المسلمين ولا يعتق رقاب من يعصون الله سبحانه وتعالى يبقى ينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله يعتقاء من النار وذلك في كل ليلة ولذلك أنا بعمل في رمضان بقى صليتت روح أول ليلة رمضان أقول يا رب يا رب يا رب احتق رقابتي من النار يا رب طب أجي الليلة التانية طب يا رب لو ما كنتش هعتقتي رقابتي الليلة اللي فاتت يا رب أسألك بإسبريك الأعظم احتق رقابتي الليلة دي لحد ما يجي ليلة 30 وأبكي وأقول يا رب لو ما كنتش هعتقتي رقابتي في 29 ليلة فدي فرصة الأخيرة يا رب جبهتي وأنفي وحياتي كلها أنا على الأرض هو واسجد واخترب يا رب أنا بزلي نفسي لك يا رب أنا بنكسر بين إيديك يا رب يا رب اعتق رأبتي لأنه لو عتق رأبتنا مرة فلن يأسرنا بالمر خلاص يبقى خلاص أنت من الفائزين لأنه محال إن المولى عز وجل يعطي العبد ثم يعود في عطياتي محاشة لله سبحانه وتعالى مش ممكن يعمل كده فلذلك ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة والله مجعلنا منهم يا رب العالمين آمين يا رب العالمين